نروح منها لبلاغات الانترنت وجرائم الانترنت نائب برلماني 12 بلاغ كل يوم 12 بلاغ كل يوم عن جرائم الانترنت نائب احمد بدوي عضو لجنة الصلاة وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قال ان في العديد من الصفحات الوهمية وقال عفوا هو 120 بلاغ كل يوم وده اللي وضحه النائب احمد بدوي فيه بقى صفحات وهمية ومواقع غير رسمية على شبكة الانترنت واللي بتبث اعلانات وهمية وشائعات كثيرة وصف قالها كده تحديدا نائب احمد بدوي السادح مداح وبتعمل من غير ضوابط طبعا احنا متابعين حاجات كتيرة وكان اخيرها اللي حصل في ارتجاب بعض الجرائم يعني الصفحات اللي بتبيع وتشتري على بتبيع وتشتري اونلاين يعني وفيه جريمتين تقريبا جريمتين قتل حصلوا على هذا الموقع هو موقع شهير على فكرة وليه اعلانات كثيرة في التلفزيون وفي الراديوهات ويعني مشكلة كبيرة جدا 120 بلاغ كل يوم مش حاجة قليلة دي جرائم كبيرة جدا وعديدة جدا الموضوع ما بيبقاش كده بس لان بيبقى فيه كمان بعض الالعاب على فيسبوك بتعمل حاجة زي برين واشنج للاطفال وبرضو دي ممكن تبعناها الفترة اللي فاتت ما خدتش حقها يعني من التوضيح الاعلامي خلييني اقول لكم لاني ناخد بالنا جدا ان الاطفال اللي في السن 10 سنين لحد 15 سنة تقريبا بيلعبوا دايما اللعبة دي او بعض الالعاب الالعاب دي بتعتمد على ان هي بتخلي الطفل ده قاعد قدامها طول الوقت والموضوع ما بقاش كمبيوتر بقى او سايبر كافيه هو بيقعد قدامها على الموبايل بتوجه عقله بطريقة معينة طبعا واخنا نتكلم دلوقتي يقول لنا يعني لما بيجي لي أوردر من لعبة على التليفون احنا مش هنعمله اكيد او هنستهتر به لا الاطفال دول بيدخلهم من مدخل معين وبيقود هؤلاء الاطفال بطريقة معينة لحد ما يوصلهم لمرحلة انه هو يعمل في نفسه حاجة ويمكن من كم شهر كان حصل موضوع ان في طفل شنق نفسه عمره يعني تقريبا 13 سنة او 14 سنة شنق نفسه بناءا على هذه اللعبة فناخد بالنا كويس جدا يا جماعة لان الموضوع محتاج ضوابط الموضوع مش داخل بس في تهديدات او داخل في حسابات وهمية او انتحال شخصيات لا داخل في مشكلة اكبر من كده بناءا على هذا وايضا الصفحات اللي ارتكبت طبعا يعني حالات قتل وحالات وفاة طالب كلية الهندسة اللي استدرجوا عدد من الاشخاص عبر موقع الالكتروني زي ما قلتلكم انه هو كان عشان يجي اشتري حاجة او يبيع حاجة واستدرجوه في مكان نائي وقتلوه وسرقوه قبل كده وفاة سيدة اخدت او ودي برضو حاجة مهمة جدا لازم اناوه لها الادوية اللي بتتباع على الانترنت فيه سيدة للأسف فقدت حياتها بسبب تناول دوة من على الانترنت اشتريته دوة بقى ما عرفش الدوة ده بيخسز لتعضغط بتاع سكر اي ان كان بس هي اخدت الدوة ده وطبعا عمل لها مضاعفات وجب لها سكتة قلبية فنحاول ان احنا يا جماعة يعني نستفيد من الموضوع بالطريقة يعني او ناخد من الموضوع الحاجة المفيدة فقط الموضوع مش كده يعني هو الانترنت او خلينا نقول الفيسبوك تحديدا يعني مفيش عليه ضوابط تخلي الواحد يتأكد من المكان او يتأكد من المعلومة او يتأكد حتى من الدوة ده ومش معقولة هنفضل لحد امتى ناخد ادوية من غير رشدات احمد بدوي قال برضو ان الجريمة الالكترونية بقت للأسف بتنافس الجريمة الجنائية ولفت الى ان عدد البلاغات بشأن الجرائم بيبلغ 120 بلاغ 120 بلاغ دول ده للناس اللي بتبلغ فيه ناس تانية ما بتبلغش طبعا النائب طلب بقانون عقوبات مشددة بمشروع جرائم المعلومات والانترنت علشان نقدر ان احنا نواجه الصفحات دي ونواجه غيرها من الصفحات اللي بتحرد على القتل او بتحرد على اي حاجة تانية زي التطرف والارهاب وغيرها من الافكار السيئة